موسيقى موسيقى أرحب بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج سكورشيت اليوم سيكون في ضيافتنا كابتن فريق نادي الجهرة كابتن عبدالله مسامح حياة كابتن عبدالله مرحبا الله ومسهلا كابتن عبدالله اليوم نأخذك شوي من نادي الجهرة تكون أنت المدرب للتشكيلة المثالية لنجوم قرة القدم على مستوى العالم ديما أني أتكلم عن نجوم العالم شنو المنتخب اللي تشجع على مستوى العالم قوشي أرحب فيك وأرحب بالطاغم العمل وأتشرف أني أكون موجود معاكم للمرة ثانية وبالنسبة لفريق اللي كنت أشجع منتخب من أنا الصغير كنت أشجع إيطاليا ولا الحيل ولا غيرت لا ما يصير هذا تشجيع الطفولة ما يصير تغيرها صح ما أتحفظي لطريقتهم في اللعب لكن إيطاليا يأخذون بطولة لأنهم سيئين وهذا اللي خلاك تختار مركزك ولا ما لا علاقة في تشجع إيطاليا ولا ما لا علاقة خلناها لليقدر وصار لا مرحبا أسألك عن الرسم التكتيكي لهذه التشكيلة أنا أفضل كتشكيلة تاريخية أفضل أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة وطريقة الهجومية نبدأ من مركز حارس المرمة ونشوف الخيارات المتاحة في هذا المركز كورتوا ياشين بيتر شمايكل مايكل نوير جوردون بانكس أوليفر كان إيكر كاسيس وجيولوجي بوفل ما احترامي للحراسة الموجودين لكن أنا اختيار رائح الأحيان حصل على لعبين بوفون وعلى نوير نوير حطيته مع بوفون ليش؟ مع أنه صح ما عنده استمرارية مثل بوفون لكن نوير عنده الجودة في الحراسة في لعب الكورة يعني أتكلم على كحارس حديث نوير جدا فخم لكن أنا يروح اختياري مع بوفون نعم وأيضا نوير أحيانا يكون متهور نعم متهور كحارس أمان وكحارس ثقة وكحارس تاريخ وكحارس يعني تحس أنه قاعد في الملعب أتوقع لنا بوفون هو الأجذر هذا بوفون من نوعية اللاعبين اللي تنحرج أنك تنتخده أصلا نعم فعلا تاريخ عظيم فعلا تاريخ في حراسة المرمى قلب الدفاع والخيارات المتاحة في هذا المركز كنفارو باريزي فان دايك مور كيليني نستا بويول وفيردينند أسامي عظيمة لكن أنا كنت كان أود أن يكون رامس يكون موجود ضمنها القائمة نعم التاريخة والأمور التي يسويها لكن أنا أختار يمكننا الاختياري يمكننا ما راح يتأقلم أو يحب أكثر عشاق كرة الغدم القديمة لكن أنا أشوف أنه فان دايك يستحق أنه يكون موجود في التشكيله وأتوقع أنه سأضع مالديني مع أنه ليس موجود بس هو موجود في الباكريس أنا سأضع مالديني جنبه إذن فان دايك ومالديني في قلب الدفاع أنت أحد مفتن علينا لأنه مالديني نحن نسوينا الترك أصلا الكنترول على طول الاستجابة أسرع من تنين ما توقع تلقي حطونك سيرجي وراموس مكان فان دايك هل نختارنا على هنا خلاص نحن تراموس إذن راموس ومالديني إذن سيرجو راموس ومالديني اللي فريق العمل احنا شايفين أنه باك يسار لنلعب في المركزين مالديني لا بس أنا شوف تميز في قلب الدفاع تشوف أنا شوف أنه تميز وقوته في قلب الدفاع خصوصا لما تشكل ثنائي مع أنا أتكلم كتشكيل يعني كتشكيل أنا أقدر أحطها أن الباك لازم يكون فيه يعني قوة دفاعية مع حلول هجومية أنا أتوقع أنه مالديني يعني حلول الهجومية ما كانت مميز أحيل لكن قوة الدفاعية جدا ما عليك خلا كانه نستقاطعين الماء والكهرباء على الفرق الثاني والله مختارين لك الصورة حق سيرجو راموس نعم مع أنه أنا أفضل يعني باندينيك بس خلاص خلاص الباك اليمين والظاهير الأيمن والخيارات المتاحة في هذه التشكيل تكلم عن زانت تي زانبروتا لام أشرف حكيمي داني ألفز وكافو بالنسبة ل في ثلاث لاعبين ما أحترامي لاعبين المتدين هم الأجدرة في الاختيار مثل زانت تي و داني ألفز وكافو لكن بالنسبة لي أشوف أن داني ألفز تسوى نقلة نوعية في هذا المركز كدفاع كاستحواذ كاستحواذ كأمور كثيرة و كبطولات تشهد يمكننا ميسي هو كأكثر لاعبين حققوا بطولات أحرانز البطولات نعم الظاهير الأيسر و الخيارات المتاحة في هذا المركز مندي جوردي ألبا أشلي كول روبيرتو كارلوس وكانسلو بما أنك اخترت مالديني في قلب الدفاع أخي روبيرتو كارلوس قبل كنا نحطه دوري الياباني يلعب هجوم و الدفاع لا روبيرتو كارلوس كان سابق عصرة في هذا المركز دعونا نوضح للناس أننا نسميه دوري الياباني و هو اسمه بيس نعم بس أننا كان مكتوب في الياباني فمش المحور الدفاعي و الخيارات المتاحة في هذا المركز كابتنا عبد الله خلنا نشوف الله يعينك على الاختيار كين رايكرد ماتيوس باتريك فييرا فيرون ماكاليلي فرناندو ريدوندو و ستيفن جيرر أنا بالنسبة لي ما أحتاج للمحور الدفاعي في هذا التشكيل أنا أحتاج في أسامة معينة أنه سأختارها في هالمحور مراكز أه أطلع لك صناع اللعب صناع اللعب نشوف قائمة صناع اللعب في هذه التشكيل بمعنى أنها أربعة ثلاثة ثلاثة فرح يكون روي كوستا زين الدين زيدان ريفالدو بيرلو انيستا نيدفيد مودريت و كلاكا أنا بالنسبة لي سأختار أعظم ثلاث لاعبين في هذا المركز حتى لما تقارنهم مع بعض تختار من تختار تختار هو الأضوار فأنا أختار زيدان اينستا مدرت أتفق معك في هذه الاختراص و اكتشافت أنه واسطة قوية لأنه دخلت انيستا قلتهم أكيدا انيستا ما يسير مع أني أفضل انيستا عليهم كلهم بس أنا أفضل الثلاثة هذولة لأن المقارنة بينهم عادلة جدا أسألك عن انيستا و حاليا انيستا يلعب في الدوري الإماراتي مع السلوسي الهدي يعني ما بأقول لك يعني بما سألت عن التناغم ما بين السلوسي و ما بين انيستا يعني مستمتع السلوسي مستمتع بوجود هذا اللاعب أتكلم عن اللاعب عمره 40 سنة أرى بالنسبة لانيستا يا أخي عندما ترى الكرة معها تشعر أنها كرة غدم سهلة هي متسلسة صحيح كرة غدم يعني عندما تكون عندك نجوم مثلا في أسبانيا و أنت أبرز يعني أنا أتكلم الثغرة وحيدة التي كانت موجودة عندها أنه يبرز أكثر 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 ميسي لأن ميسي هذا شيء خالق صحيح لكن أنا أرى انيستا البساطة التي ترى أنها يعني يسهل لك الأمور كلها أنا ليش أفضل عن زيدان المدرج؟ لأنه سوى النقلة نوعية في هذا المركز تريد أن ترى في عالم الاستحواذ في عالم الكنترول بالكرة الهجوم الأسست أن يطوف يعني سوى أمور كثيرة مع احترامي يعني زيدان يمكن يختلف مع أي أمور ناس كثيرين نعم زيدان من أعظم اللعبين في المحوة بس أنا بالنسبة لي أن مدرج وأينستا تفوقوا عليه في هذا المركز مع أن مدرج قد يكون مسألة أنه منتخب الكرواتي أضعف من المتخب الفرنسي والأسباني أنا دائما ما أقول أقول أن المجموعة هي اللي تخدم اللي كي يبرز ترى مدرج لما كان مع توتنهام لما وصل لعمر معين 2012 كان المدرج شخص يعني لعب جدا ما يتغرب مع الأساطرة لما راح مدريد وصل مرحلة ولما الأدوار اللي سواها 2018 مع كرواتي صحيح يا أخي هذا الشخص كل ما يكبر ينضج ويسير أفضل صحيح يمكن بحكم المركز عبد الله أنه ما يحتاج يتحرك مثل مثلا الطرف اللاعب الظهير الجناح لا بالنسبة لكرواتي غادم أنا بالنسبة لكرواتي غادم الحديثة الكل يتحرك الكل يجب أن يركض الكل يجب أن يركض فترى الآن في بطولة أفريقية الأمور والماء والفوارغ الفنية صارت قريبة جدا لأن شنو لأن الكل اختهام كرواتي غادم كرواتي غادم تكتيك مع ركث الأول مدافع هي المهاجم وأول اللاعب يلاعب كرة هو الحارس فصارت أصعب اليوم كرواتي غادم أصعب مراحل نرى اللاعبين الأطراف الأجنحة دي ماريا كريستيانو رونالدو ريبيري رونالدينيو تيري هنري نيمار مبابل وميسي نرى بالنسبة لي لأنني أضع تشكيلة تاريخية أنا أضع ميسي هذا أول اسم يعني أضع ميسي لا يتقارن مع أي لعب بالنسبة لي فميسي هذا أول اختيار لي بس بالنسبة لي أنا أختار في مركز الوسط أو الوينج اليسار أختار رونالدينيو إذن رونالدينيو سيكون يسار وميسي يمين نعم بتخلي مكان واحد للمهاجم نعم رونالدو ظاهرة رونالدو دعنا نرى الخيارات ونتناغش فيها دييغو أرماندو مارادونا فان باستن روني رونالدو دروكبا كانتونة إبراهيموفيتش وبيلي لا أبين عظيمة رونالدو ظاهرة شيء فارغ دعنا نتفق أنا ممكن أعيدك في مسألة رونالدو لأننا شفنا رونالدو أنا شخصياً ما لحكت على مارادونا وأعتقد أنك ما لحكت عليه ما لحكتك ولا طبعاً بيلي ما لحق عليه إلا نمسي عليه بالخير محمد كرم ما لحقنا عليه بيلي لكن فان باستن كذلك فهل هذا السبب اللي خلاك تختار رونالدو ولا أنت تشوفه أصلاً رونالدو لا ما أشوفه أصلاً لأن رونالدو سوى نقلة يعني اللاعب المهاري الهداف السريع كل شيء كل شيء كمهاجم يعني فيه مهاجم يقولك هذا مهاجم صندوق صح فيه مهاجم يطع برهم ثمانتاعش أنا هالندو الآن يشوفونه من أعظم اللاعبين صح صح أنا هالندو أطلع من بره ثمانتاعش ما هي فيها بكورة نعم صح ورونالدو يسوي كل شيء كل شيء كل شيء يعني لو ملي إصابات سوف نشوف أن رونالدو شيء عظيم فيك أوهو سوى شيء عظيم مع الإصابات أنا أختصر لك إياها أنا أقولك فيه مهاجمين وفيه رونالدو للأمانة رونالدو شيء فارق وأنت اليوم فارقت معنا بالحرار استمتعت معاك فعلا كابتن عبدالله من خلال هذه الاختيارات والجرأة يعني أنا أريد أن أتجه للجانب الفني لكن واضح لأن مبدأك الأساسي أفضل وسيلة الدفاع للجوم نعم عم تستحوذ على كل عندك الثلاثة هذول وميسي خالصين ما يمدي شكرا لك كابتن عبدالله استمتعت معاك من خلال هذه الحلقة الشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة أترككم برعاية الله على ما اللقاء فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج سكورشيت اشتركوا في القناة